اشتركوا في القناة الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 وذكر انضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية وذكر تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا لمقاليد الحكم لافتا إلى أن ما جاء في الكلمة السامية ستكون منطلقا لمسارات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة لتحقيق رؤية الملكية السامية من أجل صالح الوطني والمواطن بعد ذلك رفع المجلس أصدق التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بمناسبة وطع حجر الأساس لمبنى المجلس الوطني مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يدعم شركتهما في مختلف مسارات العمل الوطني ويعزز مسيرة البناء والتنمية في المملكة وببناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2023 فقد تمنى المجلس بأن يكون عام ازدهار ونماء على البحرين وشعبها وأن يسود فيه العالم السلام والأمان وكل ما فيه خير البشرية ثم استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من عام 2022 والذي أظهر مستجدد تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي ونمو اقتصادي مملكة البحرين حتى الربع الثالث بنسبة تصل إلى 5.5% ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.2% حتى الربع الثالث من عام 2022 في حين سجل الاقتصاد البحرين نموا خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 4.2% وأسجل القطاع غير النفطي خلال الربع الثالث كذلك نموا بلغ 4.9% وذلك في ضوء الاطلاع على مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بعدها تابع المجلس ما تم على صعيد تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال عام 2022 والمتعلقة بمشاريع التنمية والتطوير ورفع جودة وكفاءة الخدمات الحكومية وذلك بعد الاطلاع على مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بهذا الشأن بعد ذلك قرر المجلس ميالي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة معالي وزير الداخلية المتعلقة بإنشاء المركز الوطني للتحريات المالية وذلك بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية برفع مستوى إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية بما يعزز من مكانة مملكة البحرين الدولية ويدعم الجهود الحكومية في هذا الجانب مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بتعديل القرار الخاص بإنشاء الدوائر الجمركية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والاتحاد الأفريقي بشأن التعاون الرسمي المتبادل بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وزيارة سعادة وزيرة الصحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمشاركة في إطلاق وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى والمشاركة في عمل الدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية والمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التاسع والثلاثين ومؤتمر الإسكان العربي السابع والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين في يناير الفين وثلاثة وعشرين